السلام عليكم وبركاته وبركاته معك وصفات ماجي مع الفيديو الجميل النهاردة هنشوفه ايه رأيكم بس قبل ما اتكلم على الفيديو يلا اعملولي اشتراك وسبسكرايب وفعلوا الجرز عشان ينصل لكم كل جديد من وصفات ماجي تمام معي الفخارج التحفة الطعم الشكل كل حاجة فيها حلوة قوي يلا بني عالبتو جايز ونقول قوام هنعمل ايه معي حلة سخنة جدا جدا على النار يضب حطيت معلقة سامنة وسياحة كده وهنزل باللحمة مقطعها قطعة زغيرة انا كنت عامل فيديو للحمة وكده بس ما زر ما صورتش يعني تمام فاني انا مقطعها اللحمة قطعة زغيرة معقولة يعني على آآ طبعا مش هقلبها يعني زي ما احنا شايفيك انا حطيتها للحمة مش هقلبها عشان انا عايزها ما تفقتش الميا اللي فيها تحتفظ بكل حاجة جواها منها بتبقى طرية والطعم بيبقى طحفة فانسبها كده لما تتحرق هي اولا كده مش بتتحرك لوحدها يعني لازم تستنى شوية او زي ما احنا شايفين كده خطيت اللون الدهب الجميل ده تمام بس شكلها كده حلوة قوي قوي بتطلع الطحفة في الاكل كانت دايبة ضوب كده جميلة جدا كده تمام هنزل عليها بحوالي تلت كبيات مية وحركنا على البتجاز على العنية الواطية ونشوف هنعمل ايه بعد كده المية مش كتير محطيتش كتير عشان انا مش عايزة شربة انا عايزة اضوب على قدمة السوي واخدها للخضار احطها الخضار على طول فكل حاجة كانت في الخضار فكان طعمه تحفى بصراحة تمام انا هنا بعمل طبعا الا جبت كباية حوالي كباية دي ايه وحاجة بسيطة قوام قوامل العجينة كده من غير اي تكلفة من غير اي حاجة تمام حوالي كباية يعني كده اه حوالي كباية يضوب على قد الفخارة بس تمام وهنحط معلقة صغيرة خميرة ورشة ملح روبة معلقة ملح يعني ومعلقة زيت بس مش اكتر من كده تمام هقلبها بالمعلقة وانزل عليها بمية قليل جدا جدا وعجنة ده اللي هيتعمل كله في العجينة مش اكتر من كده. حاجة مش متعبة يعني. بنقلب طبعا المواد الجفة الاول مع اللي وحطت الزيت فانا هنزل بالمية. ايه المية طبعا مش هعطها دي كلها. لأ ايه دوب كده يعني هي خدت ما فيش ما خدتش حوالي ممكن خمس معالق مية او ست معالق مية. كدش مستهلة طبعا اي حاجة. ولمتها في ساعتها كده هنشوفها دلوقتي وهي ملمومة على طول كلها. طبعا المعلقة مش بتبين. آآ العجينة اللي ما تمسكها بايديك تلمسي نعمس العجينة بايديكي. تمام كنت انا هنا لمتها واجنتها كويس جدا جدا وانا واقفة كده في البولة ديت. وبقترية جدا حروية طوية طبعا يعني تعجينها كويس جدا. وهحط هنا آآ نقطة الزيت وهحطها في واسبة هتخمر شوية هتكون بعملان ايه بقى الخضار. بسهل من كده ما فيش اكلة سهلة جدا جدا بصراحة. آآ ما تعبتنش خالص جميلة جدا. قوام قوام كده. هعمل انا بلستراتش وهارتكدنا على جنب كده لغاية ما ايه آآ تخمر. وقدر افردها وتفردت في ساعتها طبعا. تمام? المرحلة الجاية بقى ايه الخضار? بغملكوا عنيكوا كده عشان تلقوا الخضار قدامكم متنظفوا جاهز. معي هنا بطاطس اتنين معي تلت آآ كوسات. طبعا التقطيع يكون سميك. عشان يستحمل آآ النار ويستحمل البولة الفخارة يعني. وجزرتين وبتين جناية واحدة. وعملة آآ بصل او اربعة مردشة قطعه. حلوة قوي قوي كده ما يستبيه بحاله. لحد يداي من البصل ولا حد يقولك ايه ده? لا يبقى كده جميل جدا. وبصلة طبعا آآ متفرزة. تمام? اللحمة هنا كنت بمعطيها عليها بشوفها بس. وهنيجي على هنا المقلاية هنا وهنشوف هنعمل ايه? برضو معلقة الزبدة سامنة قصدي سامنة فاللاحمة الزبدة ما كانش عندي. تمام بتسخن برضو. هنزل بالخضار عليها. افضل اشوح فيه لغاية ما حس كده ان هو ايه? ما بقاش فيه مية. واعرف هنزل مية ايه? بحس ان انا اعرف المقدار اللي انا هحطه عليه بعد كده. انا بحبش الحاجة بتبقى سهلة كتير يعني الشربة كتير او الزواج كتير في الخضار. انا بشوح البصلة بس حلوة قوي قوي في فكرة البصلة وهو سليم كده الاوهرمدة جميل جدا. بحط بقى انا هنا اللي بيحب البصل يا جماعة وبيقدر ياكلوا كده هيبقى جميل جدا بالنسبة لما بيحبوش بقى دي حاجة تعني طبعا. انا بحط كل الخضار زي ما احنا شايفين طبعا زي ما قلت لكم سميك مش ما تقطعيش رفيع. حافظ الاقل بقى فيه كده. والتوابل مش هحط يا هتشوفه دلوقتي دوب حبة ملح وفلفل اسود. وزي ما قلنا تروز ميلي ما بدرش تستغنى عنه ورشة حبة هام بورقة العورة. والفلفل ما قطعتهوش عشان حامي. واهم حاجة وهم تركة معلقة السكر. او بعتنس معلقة السكر دي. بتبقى مع الخضار ومع السلسة. حلوة جدا 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 معلقة السكر. هفضل اقلب بقى كده هوت فيه شوية. تمام? وبعدين هحط الصلسة. طبعا الخضار ما بتشوح هنا وتشو تحطش عليه السلسة وبدخلي الفرن بيبقى اجمل واحلى واطعم. تحطوش ناية على الشرب. ده الطماطم متفرزة ده نزعلنا بقى عشان ده اخر كيس في الطماطم متفرزة. ان شاء الله يعني لو ليه عمر بقيت عمل تاني ان شاء الله بجد بجد بتنفع حلوة قوي في البيت. ده اخر كيس للأسف يعني. ان شاء الله نعمل تاني بازن الله. تمام? انا مش عارزة حط اي سويل هنا لان انا هحط اللحمة بالشربة اللي هي فيها بقى اللي هي قليلة عشان اعرف سويل حطها ايه? عشان هنا الخضار ما عارفش هننزل سويل ايه? بعد ما اتحط اهو انا حطيت انا كده الشربة وهنشوف بقى كده انا مش محتاجة اي سويل تانية. هقلت بقى فيها كده. تمام يا دوب حاسبها تغلي بقى وروح اعمل ايه? اعمل العيش. هو يعتبر رغيف واحد يعني مش مش عيش يعني هغطيتها واسبها تغلي. تمام? كدت انا هنا بقى ايه بحضر للفرد الرغيف اللي هحطه على الفخارة? طبعا كانت خمرت هنا وايه بقى ازاي الحلاوة? جماعة بجد جربوا الاكلة دي بجد بجد ولا العزيم يعني كانت عموها اللي كان بيأكل منها كانت طحفة. فما تقوليش بسها دي صعبة لا اسهل مما يكون. هي مجرد خطوات نمشي على الخطوات تعملي ده تعملي ده تعملي ده تلاقي خلصت في ايديك على طول. بصوا بقى العجينة هنا. قوام قوام كده تفردت ازاي مش محتاجة بقى ايه آآ نشابة ولا حاجة بتاع دي حلوة قوي قوي. كانت خلصت خلاصت كده. وطبعا الصمك بتاعها يعني اعتبر كده وبطلعت كبيرة شوية على الفخارة وحشيل منها يعني بعد كده. خلاص خلاص بس بوريك الصمك بتاعها اهو. الحتة دي كانت عايزة تفرد شوية بس كده. ما تنسونيش يا جماعة اللي وصل معي للمرحلة دي الاشتراك. امانة عليكم واللايك. اللي حابب يبقى مع وصفات ماجي. اهلا وسهلا بي. برحب بيه في كل وقت. ومعايا ومشرفني. والجماعة اللي هم بيدعموني يقول ليه كلام حلو قوي. انا بشكرهم جدا جدا. كل مرة هشكركم ان شاء الله. انا هنا كنت خلاص بقى نزلت على الفخارة وجبت بقى ايان الرغيف. نسميه رغيف بقى. هنسميه ايه? وحطيتها حسيت ان هي نزلت شوية تحت فلازم اطلع منها وقص منها عشان اه ما تتحرقش طبعا من الفرن. ونحط بحطها عالشبكة بس لازم نشيل منها شوية. وطبع مش هيكلة ما عملت احلى رغيف. تمام? انا بس عايزة ايه? اه لزقها. للاسف مش بتلزق ليه? لان الفخارة هنا دي وغدى من بره طبقة آآ لميعة كده فالحاجة مش بتلزق عليها. آآ مزال الفخارة التانية الكبيرة اني عندي واحدة اكبر دي كانت ممكن تلزق عليها. دي لا افضلت ايه? ابطت عليها كده مش بتلزق. عملتها بمية وبتاعمها ما لازقتش. خلاص اينا حطيت حبة البركة وسيمسيم. وطبعا الرغيف ده انا عملت ودخلت الفرن طلعة تحفة. هنا بقى ايه? مش عارفة قطع بالسكينة عشان خاطر. السخنية طلعة. على ايدي مش عارفة قطع حم. سخنة جدا جدا وهي حلويتها بقى. وانت بتقطعها السخنة والتكليل وهي سخنة. كانت طحفة بصراحة جميلة. بس بقى احلى الحاجة وانت بتشيري بقى دي وتلاقي السخنية طلعة كده. الله طعم مريحة بقى. ملاش وصف بصراحة يعني. حتى ابني قال ما هو معمليها على طول ان شاء الله يعني. دايما زي ما قلت تلكوا دعموني. وكلام آآ بتقولهولي بيشجعني وبيحفزني وبيديني امل ان انا اكمل معاكم بجد آآ او سويانا اللحمة مع الخضار مستوي وحلوة جدا جدا. اللحمة مستوية جميلة جدا طبعا. وقدر طعم كل الخضار دهوت مع الشربة آآ طعم خرافة. تمام? والله الواحد بيبقى نفسه فعلا تدقل حاجة دي معه هو بيعملها يعني. مع وصفات ما يجي يا جماعة دايما آآ نشوف جديد ان شاء الله ولو انا مش جديد طبعا كل الكنوات منزلة بس هو كل واحد زي ما قلت عنده بتاكة بتستفاد منك بتستفدي مني. آآ ده مش هيب طبعا آآ كل ما نكبر كل ما نتعلم. ونعرف من بعض حاجات. وطبعا اللي بيحب حد بيحب يسمع له. يعني حد ما بيحبنيش يا اهل ومسهلا بيحبني. اهل ومسهلا بيقع له رأسي من فوق معه وصفات ما يا جماعة يا جماعة كل خير ان شاء الله.